بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركبوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أرجنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئوا برسل من قبلك فحاقوا بأبين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والمهار للرحمن بل هم عن ذكر ربهم معلمون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يصحبون بل متى على هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرد أن ما نأتي الأرض ليتبصها من أطرافها أفهم الغالقون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصند الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضعوا موازين القصط لأرم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان لذقال حربة من خردان آتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفلطان رضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشتقون وهذا لكم مبارك أن منزلنا أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباءكم في ظلال مبين قالوا أجلتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فقره وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله آكيدا ما أصلمكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا لله كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمع نافتين يمكنكم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يوطقون ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم لكسوا على ربوسهم لقد علمت ما هؤلاء يوطقون قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ونوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وياقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم جال الخيرات وإطال الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابرين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القضية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ولصرناه إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفست فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففحمناها سليمان وكلا بآتينا حكما وعلما وسخنا مع داود الجبال يسبحنا الطيرا وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم تحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان في حاصبة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ مادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وتلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني الذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغرم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الواردين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينكم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شافصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصروا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذي سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطل السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا جزبون من بعد الذكر أن الأرض ينثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تمعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون